ومن عرف عظمة الله استحيى أن يشرك مع الله غيره أنا سأحاول أن نقرب هذا المفهوم للناس تعالى الله عما يقول الظالمون علوء كبير يكون لك ابن وهبه الله جل وعلا صفات كمال عظيمة لكن وأنت تحتاجه ثم قررت أن تسافر وأرجو أن يفقى هذا المثال إذا قررت تسافر تقول أنا الآن هذا الابن أعرف أنه يسد لكن هل أجعله عند أهلي أم أخذه معي فإذا أخذته معك نفعك وبيعون الله أغنىك لكن أين صار النقص في الأهل أصبح بدون هذا الابن وإن أبقيته سد عنك أهلك حاجة أهلك لكن بقيت حاجتك أنت نقص فالابن هذا كمثال قسها في أي شخص سد شيئا لكن لا ستوقع أن يقوم بالأمرين معه واضح نحن نقول إذا سافرنا كما علمنا نبينا عليه السلام اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل الله أكبر هذا لا يقدر عليه إلا الله سبحانه أن يصحبك الله أكبر في سفرك ويخلفك في أهلك في أهلك لا يقبر عليه إلا الله سبحانه ومع هذا الله خير يا أهلينا ونحن معهم الله وخير لنا من أهلينا خير لنا من أهلينا إذا إذا عرفت عظمة الله هنا يأتي قول الله إنما نتمكم لوجه الله من عرف عظمة الله استحيى أن يشرك مع الله غيره استحيى يوما أن يقف في صلاة أريد أن يزكي يتصدق يؤتي يمنع أن يجعل مع الله جل وعلا ند لما لأن النقص الذي كنا وجدنا قبل قليل بالمخلوقين منتفن كما لن نفي عن الله جل وعلا منتفن كما لن نفي عن الله جل وعلا فلا حادث لسد النقص لأن وجه الله أكرم الوجوه وعطية وأحسن العطايا والسلام الله أعظم الأسماء نعم